تحس معتا كيف نتع الاوروبة تحس معتا كيف ففوريت على الافريق وعلى العرب بالكل معتا حتى الاسامي يتفجع سوتو اللين الداتات كي تسمع زييش انتي معتا ودياز ورحيمي ورحيمي والكعبي منا ونسيري معتا امبا تابل وخماش وغير تبغالي طال عزيزة اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتحياتي لجميع مرحبا بكم فيديو جديد قبل ما ابدأت من هناك دعموا نبراك الفيديو خلويني تعليقاتكم في الموضوع الناس ما مشاكيش معي في قناة من هناك مشاركوه تفعلوا جرس باش ينصلكم ديما الجديد دينا وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو كما استمعتم معنا في المقدمة ديالو كلام كبير في الاعلام التونسي على ما يقدمه المنتخب الوطني المغربي في تصريات كأس امم افريقيا وكذلك ايضا تحدثوا على الاسماء المتواجدة داخل المنتخب الوطني المغربي وايضا على اللقطة التي حدثت في مبارتين القابون مع حكيم زياش وابراهيم دياز كنا كنتمنى انه الاعلام المغربي حاول ما امكن انه ما يكونش واحد شويش على المنتخب الوطني مغربي لكن هنا الاعلام التونسي خرج ووضح الامور وقال باللي وليد الرجاجين قال لهم بالنسبة لهذه اللقطة عادية وتقع في جميع الملاعب العالمية لكن احنا غني تكلموا على اللقطة ديال حكيم زياش حكيم زياش طموح دياله هو انه يحطم الرقم القياسي ديال اللاعب السابق للمنتخب الوطني المغربي صلاح الدين بصير الذي لعب مع المنتخب الوطني المغربي تسعة وخمسين مباراة وسجل سبعة وعشرين هدف بالنسبة لحكيم زياش بالهدفين لاستجلم امام منتخب القابون لعب واحد واربعين مباراة وسجل خمسة وعشرين هدفا اذا حكيم زياش يطمح من اجل تحطيم الرقم القياسي لثاني هدف ديال منتخب الوطني المغربي بسبعة وعشرين هدف صلاح الدين بصير ويبقى لحد الساعة اللاعب احمد فرس حامل الشعلة بستة وثلاثين هدفا في اربعة وتسعين مباراة مع المنتخب الوطني المغربي لكن سهل تحطيمها بهذه الوتيرة بشغد حكيم زياش واحتمال كبير مستقبلا نشوفه سوفيا الرحيمي كذلك غادي يصبح من بين الهدفين ديال منتخب الوطني المغربي اذا هدف المنتخب يبقى احمد فرس بربعة وتسعين مباراة سجل ستة وثلاثين هدفا كذلك ايضا حكيم زياش خمسة وعشرين هدفهم صلاح صلاح دين بصير سبعة وعشرين هدف اذا حكيم زياش يقترب من الوصول الى الهدف التاريخي صلاح دين بصير بسبعة وعشرين هدف وهالشي اللي خلاء سوفيا اللي خلاء ابراهيم دياز هالشي اللي خلاء كذلك ايضا تحطيمها مستقبلا كذلك غدا يصبح هدف المنتخب الوطني المغربي كذلك واحتمال كبير مستقبلا نشوفه سوفيا الرحيمي يكون هو الهدف التاريخي للمنتخب الوطني اذا بالنسبة لخلاف اللي كان ما بين ابراهيم دياز ولا حكيم زياش فهدش لا اساس له من الصحة ها هو الاعلام التلوسي يفتخر ويقول بانه المنتخب الصيني قالي ولا المنتخب الجزائري تراجع وكذلك تونس ما بقاش عنده كرة القدم واعترفه بالقوة ديال المنتخب المغربي والاسماء الكبيرة اللي عنده سواء الاسماء الاوروبية ولا حتى اللاعبين اللي لعبوا في اولمبيات باريز وكيتمنى ويكون عندهم شي منتخب بحل المغرب اخوانين خليكم مع الفيديو الرائع وكلام كبير ونتلقاوا في النهاية ديال فيديو زائريك للمغرب قدم عارف قوي خالد وانتسار بربع عيد كينا في الموضوع عنا برشا يمير او المغرب معاش تتقارنوا بالعرب وبالافريك على خاطر فيتبالية معانت شوطو بعد وصولو لدمي فينال هاو مهزش كالسفريك اي ماهزش مهز تويهز معانت تتحس حتى الكتفرش معاش كون خسارين ماهز مهز طوي هز مهز لا مهزش فشل معاني في بلاد ايه طوي نحكيلك طوي معانت تكمل اللعبية ولي حب عليهم الكل جيبوهم بدياز بالكعبي بالرحيمية بزييش الحقيقة معانت من اعجبني بشر الصغار لي طعين بعض الأولمبيك دونك ااااا تتفرج انت الماتش اللي خيراني تحس مع تاكيب نتعال اوروب يكون هناك فافورية على الافريق وعلى العرب بلكل حتى الاسم يتفجع بشيطه اللين الداتات كي تسمع زييش انتي ودياس ورحيمي ورحيمي والكعبي منا ونسيري وانسيري وخماش وغيرت الزغالي أما هو سوتوه المدرب عنده اعرف تكون جيب مدرب مدرب من سحب مع الملعبية يعرف كيفيش يطيع التنصع يعرف كيفيش يجريهم دونك بالنسبة لينا طوى المغرب انا بالنسبة لي نعم كراي الشخص طم من طوى الفا دوميني لأفريكا كنا نعبوه من احنا بك الستة اربعة سفر امت يعني. موضوع اخ. كنا نعبوه من احنا ستة اربعة سفر. ستة ثلاثة واحد كيفيش? خمسة اربعة واحد. ستة سفر. اه? سفر عشرة. اه بعد بعد. ما تزمش تقرن بالمنتخب التونسي. الحقيقة صورتول اسامي ما انتهت. هما حتى كما قالك متعلو الولمبيك اسامي اكبر من اسامي متعنا. زل زولي بن صغير لعبوه. زل زولي اساسي العضب في المباراة. هاي ريشاردسون مؤخرا للواسط الميدان لعب غير عادي. طوى بريد انا بالنسبة لينا من طوى القدام راي الالفا دوميني الافريك والعرب بول كل المغرب. حكيم يا ريش دلوها يرعب عشرة فراتيك وفتيران. خطف الاوروب ولي اه. كوب جيماند ولا غيرو. به اه. فما حاجب ما ما يسر في المباراة ذلك. قلت لي فشل كان المغرب ما يهز جي كاس فريقي. هاي فشل. اه. لا فشل الخوي بال بالاسامي هذية وبالمدرب وبال بالارقام اللي عملتهم ديرنير موكزو صافي كاس العالم ولا في في الالعاب الولمبية مؤخرا مع انت تاول عندو الانترنلوم براديو شواء. عندو مشكنة. هو عمل الفشل. عمل الفشل لوليني. عندو ورقة صافرة هو. كاس افريقيا بالضبط. تخسرها مع الافريك بالسود. هاي. عندو صافرة. اي معناه هو تاوب شا عندو اه. سورسي هو تاوه سورسي. هو سورسي. يقف تنفوتو في المغرب. عندو المغرب ماذا ما كي سو. مين راو الباء المباراة اللي لعبوها ضد. غابون. ضد بجازي. عندو كان ناجم يكون مباراة اصعب ببرشة اولا اوباميونغ ضيع وزوز هما زوز بلانتيات زياش من لورز بلانتيات القبان. اي صحي. معانتا مضيع بيمكن كانت ساجل اوباميونغ ونعرفوش شي سير. ولكن تنجي تكون اصعب مباراة. اه انا الرالي المغرب. اه الفافوري نمرو اه في الكوب ده افريق. خاصتنا في المغرب كي ما قال خالد. ملاعبية معانتها ما شاء الله فما لي كنفيرمي فما لي طالعين. ودجا ينجم ويلعبوا في اي وقت كي ما لي ساميناه. والملاعب في المغرب. والملاعب بي وجمور. دونك. وحتى السينيغال تحت. تزير تحت. احنا كيف كيف. مصر يوم. دين احنا طايحين احنا بور. ما ويزم حطورو احنا. كي ما يقولو انا. احنا موجودين بخودة ربيوش نزو احنا خالد. دونك قطلك. اه مصر ديما تقعد موجود. انا عندي انا مصر ديما تقعد موجودة. ولكن هكتراو معتا ديوية ديباء. سينيغال قتلك تحت. فما يطلعوش دي 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 سوربريز كي ما بوركينا فاس وكي ما مالي اللي هما جمعيات تحب ولا تكره كاسحين منتخبات كاسحين. ولكن طوى هكا على البابي على الورق مغرب ولما. ولو انو اه مصر فما تطور على مستوى المحترفيين. معك مرموش وغيب. طوى مؤثرين. طبع في محمد صلاح. هكتشوف مرموش تريزيجي اه عبد المنعم يحترف. محمد صلاح بان سور. فما المهاجم تاع نونت اللي طوى يمر بمصطفى محمود. مصطفى محمود ولا محمود. فما الجاوب بين حسيم حسن واحجيزي اه تعاركو. تعاركو اي محابش اي محابش عب حبي لعبو تلاف دقايق. هي بيدة لدى حسيم حسن احجيزي مش جي تلاعبو تلاف دقايق فايع بي الوقت. اي اذا دا شوفت يعملوا ملعبش برشا ومشي سنين مشي لنيوم. درجة الاولى. المشكلة انو حكيو وراه. الستاف تكنيكي يتشاورو ويحكيو وراهم في. اه يسمع في الكواليس. يسمع فيش يحكيو. هو هذيك اللي ما عجبتوش. ايه ما الحاجة اللي باية في الكونفيرنس قرره ما ديش كبره في المشي كرره ما فسار حد شيء. ديما ديما بعض. ايزا متلمها رو في الاخر. اذا اخواني كما استمعتهم كان هادا والحاديث دا الاعلام التونسي على المنتخب الوطني المغربي والاداء دياله في تصفيات كان الفين وخمسة وعشرين التي ستحتضنها المغرب. بالنسبة لهذه التصفيات المنتخب الوطني مغربي مؤهل. سلفا الى الكان بحكم انو احنا لغادي نضمو كان الفين وخمسة وعشرين. المنتخب الوطني مغربي عليه ان يستغل لهذه الفرصة. وعلى وليد انو يستغل هذه المباريات باش يجهز منتخب قوي لتصفيات كأس العالم الفين وستو وعشرين. وكذلك ايضا باش نكونوا واجدين ان شاء الله في كأس امام افريقيا اللي غادي تحتضنها بلادنا. اذا كما سمعتم من الاعلام التونسي يؤكد على ان منتخب الصينية تراجع. المنتخب الجزائري تراجع. كذلك تونس واعترفوا بالقوة دي المنتخب الوطني المغربي على مستوى القاري وعلى مستوى العربي وكذلك احت اسماء الكبيرة المتواجدة مع المنتخب الوطني المغربي. اذا الاسود اه عندهم مواجهة هذه الليلة منتخب لسيطه. سيستقبل المنتخب الوطني مغربي بملعب ادرى باقادي بحكم انه منتخب لسيطه ما عندوش ملاعب مؤهلة في بلادهم. غادي يلعبوه هنا في المغرب مبارا ذهابا وايابا ان شاء الله على الساعة الثامنة مساء اليوم. هذه المباراة ستنقل على القنوات العالمية من اجل مشاهدة المنتخب الوطني المغربي وذيال لاعبين ذيال الاسود. وتعد هذه المباراة هي الاولى في التاريخ بين المنتخب الوطني مغربي ولسيطه. ولم يسبق للاسيط ان واجه منتخب لسيطه سواء وديا او رسميا. مما سيجعل هذه المباراة تبقى مباراة ملغومة بين المنتخبين. اذن كل التوفيق ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي. اخواني انتمنوا ان شاء الله الانتصار في المباراة الثانية ونشوفوا اسماء جديدة ايضا في التشكيل الرسمي لواليدة ريقراجي هذا المساء. كان هذا والفيديو دياليوم. ما تفخرشنا بالأراد ديكم. خليونا لايك الفيديو. الناس لا مشاكيش معكم القناة. اتمنى لكم اشتركوا. تفعلوا جرس باش يصلكم ديما الجديد ديالنا. تحياتي لكم وديما المغربي.